أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان طبعا كلنا نشوف يوميا حالات طبية طرأة محتاجة تدخل سريع تدخل فوري ينقذ حياة الناس زي مثلا المريض اللي بيصاب بجلطة دماغية لازم يكون فيه تدخل طبي بمجرد ظهور الأعراض إزاي أصلا أو أقدر أفهم أنه حد من أهل بيتي داخل على جلطة إزاي أقدر أقيم ده يعني حيانه بقى فيه اهتمام كبير من الدولة بمسألة صحة المواطنين والعدالة الصحية في كل المحافظات هنروح مثلا لمحافظة البحيرة ونشوف أنه تم فيها إنشاء ثلاث وحدات لإزابة الجلطات الدماغية في مستشفيات كفر الدوار العام وإتيال برود المركزي ورشيد المركزي بيتم فيها تقديم الخدمات الطبية على نفقة الدولة بدون ما المريض يتحمل أي أعباء مالية هنعرف تفاصيل أكتر عن ده من دكتور هاني جميعا وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة صباح الخير على حضرتك صباح نورة فد أهلا بحضرتك منوارنا أهلا سهلا الجلطات الدماغية كترت بقينا بنشوف ده في عمر حتى صغير زي أنا وأنا مثلا قاعد في البيت أقدر أرصد عراض مثلا ظهرت على حد من أهل بيتي لقدر الله وأقدر ألحقه قبل ما يوصل لمسألة الجلطة الدماغية بسم الله الرحيم شكرا لحضرك على السؤال وفعلا سؤال مهم جدا ومحتاجين فيه نعرف إيه الإجراءات إيه لشك إمتى أتحرك وإمتى أخاف عندنا أول حاجة أنا معندي شخص بدأ يفكت التوازن بتاعه ممكن كان قاعد يأكل المعلقة بدأت تقع منه كان واقف وقع بدأ يبقى فيه التزان بدأ يبقى فيه تقل في الكلام عنده ده أنا مش قادر أمسك حاجة أو كلام من ده ساعتها فيه علامة مهمة وكلمة مهمة ديت اللي احنا عايزين الناس تعرفها الكلمة ديت هي كلمة من أربع حروف كل حرف بيدل على الحاجة هي كلمة فاست فاست بالإنجليزي سريع كل حرف بيدل على الحاجة أول حرف اللي هو الإف بيدل على الفيس علامات بتبقى موجودة على الوجه محتاجين الوجه بيبقى فيه عضلات بيتحكم فيها لما يحصل خلل العضلات دي بتفقد التحكم أطلب من العيان أقول له أنفخ وبقك مقفول فينفخ كده فيه تحكم ما فيهش هوى بيخرج من هنا أو من هنا لكن لو فيه خلل هنا أو هنا هينفخ كده ما فيهش أعصاب في الجنب العضلة ديت العصب بتاعها ضعيف فديت متحكمة لكن ديت مش متحكمة فالهوى يخرج يبقى ديت أول علامة وابتدي أشك في أول حاجة أخش على تاني حاجة وهي الإيه الارم اختصار للزراع أقول للعيان ارفع إيدك كده الفوق ادعي كده يا بويا ارفع إيدك كده يا موة معايا فيرفع إيد وما يرفعش يرفع الإيد التاني أو يرفع إيدين لتنين وإيد تنزل بسرعة والإيد التانية تحافظ على سباتها وضفة القوة يبقى ساعتها ديت التاني علامة نشك فيه أدخل على الحرف الثالث وهو الاس الاس ده الاسبيتش الكلام أطلب من العيان أنه هو يتكلم قول ورايا جملة اسمك إيه اقرى الفتحة أيا كان الجملة اللي هيقولها فالعيان مثلا اسمك إيه يقول أنا اسمي السيد إبراهيم في تلعصم في الكلام يبقى كده فيه علامات الجلطة أخش على الحرف الرابع وهو تي تي ده طايم مهم جدا الحمد لله الآن أصبح فيه علاج للجلطة الدماغية قبل كده ما كانش فيه علاج الوقت بقيت فيه حقنة ياخدها العيان فيه خلال أربع ساعات من بداية حدوث الجلطة لو خد الحقنة ديت الحقنة ديت دي دوي بالجلطة عشان كده بنقول مهم أن احنا نعرف بسرعة أنه هو داخل على الجلطة فنعرف الأعراض اللي هي الثلاثة ناخد الوقت بتاعنا اللي هم اللي أربع ساعات اللي موجودين عندنا بس أتوجه فين بقى هل أتوجه لأي مكان هل أتوجه للمستشفى القريبة هل أتوجه لوحدة الصحية لازم نتوجه لمكان في وحدة إزابة الجلطة الدماغية علشان في وحدة إزابة الجلطة الدماغية العيان دوت لسه يتعمل له أشعة مقطعية عشان نفرق العلامات ديت بتشتغفها حقين هو رف الوقت ده إيه الخدمات اللي أنا محتاجة يعني إيه اللي أنا محتاجة عشان نروح لأيه في المستشفى واللي أكيد بتقدمه الوحدات الجديدة اللي احنا قد نتكلم عنها اللي موجودة في البحير صحيح بنحتاج أن نفرق هل هو العيان دوت بالأعراض ديت هو عنده جلطة ولا عنده نزيف بالمخ 80% من الأعراض ديت بتبقى جلطة في 20% منها بتبقى نزيف في المخ فالأشعة المقطعية بتحدد لي هل هو ده جلطة ولا نزيف بالمخ فيه كمان تحليل وحاجات بتتعمل علشان نشوف هل العيان دوت ينفع ياخد الحقنة ولا ما ينفعش ياخد الحقنة الحقنة الخاصة بإذابة الجلطة الحقنة الخاصة بإذابة الجلطة وكمان الحقنة ديت يعني الحقنة ديت مثلا 11 ألف جنيه مثلا تقريبا الحقنة ديت بتوفرها الدولة بالمجان بتوفرها عن طريقية لأي حد بالرقم القومي صحيح بأي مش مشترك في التأمين الصحي لو هو مش مشترك في التأمين الصحي بياخدها على نفقة الدولة وإحنا بنعمل إجراءات نفقة الدولة تاني يوم وثالث يوم يعني ندي الحقنة الأول هل يلحق يروح المستشفى ياخد الحقنة يعني الواحدة اشتغلت ولو حد تعرض لجلطة لقدر الله لأنه للأسف فيه كده مشهد دايما بنشوفه أنه لازم تدفع الأول وبعدين تتعالج دلوقتي العيان هيجي حياخد الحقنة ويتلحق قبل ما يوصل للجلطة وتاني يوم نبتدي نعمل الإجراءات والروتين والورق أفندم اللوجو اللي موجود دلوقتي على الشاشة عندنا على يسار الشاشة من فوق الجمهورية الجديدة إحنا في جمهورية جديدة إحنا في إجراءات جديدة إحنا في وضع جديد بالفعل بننقذ الأول العيان بنعمل طبياً إيه العيان مطلوبه بعد كده بنعمل الورق براحتنا تاني يوم وثالث يوم العيان لو ما هو مشترك في التأمين الصحي بياخد الحقنة على نفقة الدولة ونكمل إجراءات بعدين لو هو في التأمين الصحي نخاطب التأمين الصحي تاني يوم وثالث يوم وناخد إجراءاتنا مع التأمين الصحي فالعيان ياخد الخدمة وبعد كده نشوف التحسن فإن الخدمة دي الحقنة للدولة موفراها الفريق الطبي عملنا لهم دورات تدريبية وعملنا لهم جبنا لهم سيميوليتور علشان الضربوا عليه والتمريض وجبنا لهم أسادزة وكلام من ده الأماكن تم تجهزها كأماكن عناية ومركزة عشان يبقى فيها كل الخدمات الموجودة بتاعتها فكل اللي نرقصنا إن العيان يجلنا في خلال الأربع ساعات الإسعاف من أول ما بكلم الإسعاف هل الإسعاف مجاني والمستشفى مجاني وهل المستشفى دي لازم تبقى مستشفى متخصصة في إذابة الجلطات ولا أي مستشفى حكومي عندهم الحقنة دي لا مش أي مستشفى علشان الحقنة دي إذا ما قلت حالك محتاجة يبقى فيه جهاز أشعام أقطعية محتاجة تحليل معينة محتاجة سطف مضرد محتاجة ناس تخصص مخصو هو أول مرة يكون عندنا وحدات كذلك أو عندنا قبل كده يعني أنا البروجيك ده اشتغلت عليه من فترة كنت مثلا من أربع سنين كنت كمدير إسعافة أهلية وبدأنا البروجيك ده مع مستشفى المنصورة الدولي وكان ده عمل حاجات كتيرة لما كان قبل نمسك وكيل وزارة البحيرة كنت قبل كده مدير عام إقليم الدلتا وعملت البروجيك ده في خمس محافظات في الدلتا كنت ماسك الده أهلية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية وضميات تأثير وجود الوحدات دي يا دكتور على نسبة الإصابات ونسبة بقى أن احنا نوصل لندخل العناية المركزة إيه الفرق؟ الأماكن اللي فيها الوحدات دي والأماكن اللي ما فيها الوحدات دي أشكر حضرية على السؤال المهم ده علشان فعلا أحد الحاجات اللي بتخلينا يعني مصرين وعندنا التزام إن احنا ننجح الوحدات دي احنا تقريبا ما يقرب من خمسين في المية من الحالات اللي بتتحجز في العناية المركزة بتبقى نتيجة الجلطة فالحالات ديات لو لحقناها بدري مش محتاج يخش العناية المركزة وملا إيش أماكن في العناية وملا فيش مكان في العناية الحالات ديات في يعني بيبقى نسبة الوفاة فيها عالية طب نسبة وفاة عالية نسبة أن هو يجيله شلل نسبة أنه يعود في العناية المركزة طويل بعد كده يعود فترة كتير نرجع لموضوعنا قبل ما دخلت دير في القصة بس القصة بتاعة الإسعاف عندنا الإسعاف ثم المستشفى المنظومة كلها احكينا يعني الخطوات المفروضة الأستاذ المريد يعملها يعمل إيه تحديد المريد حصل الحكاية ديات موجودة معاه احنا مثلا عندنا في البحيرة عندنا ثلاث مستشفيات كفر الدواري العام إيتي البرود المركزي رشيد المركزي هو قريب من أي مكان من دول يتوجه للوحدات لا ده مش قريب ما عندهش وسيلة مواصلات إنه يتوديه بيقوم يتصل بالمية 23 دول وحدات متخصصة لإذابة الجلطات الدماغية بالفعل دول اللي يتوجه ليهم المواطن مش أي مستشفى تاني لا هيروح أي مستشفى تاني هيوجهه على نفس المستشفى تاني يبقى ضيع على نفسه على العيان نصف ساعة ولا ساعة صحيح فيتوجه للتالي المستشفى الدولي لا أنا ما عندهش وسيلة أن أنا تتوجهني باتصل بالوسيلة المجانية وهي وسيلة الإسعاف هي الإسعاف المصرية الرقم بتاعها 1-2-3 بالضبط هيتصل بإسعاف هيجيله المسعف يقيم الحالة وبرضه بيعمل عليها الفاست وعلى ماديات ويشوف إيه الوضع لأن فيه اشتباه إن حالة جلطة هيقوم يتوجه يبلغ غرفة العمليات بتاعته غرفة العمليات هتوجهه على المستشفى المناسب اللي هي واحدة من الثلاثة سواء كانت كافر الدوار العام والإسعاف هو اللي بيتعامل هو اللي بيكلم المستشفى إحنا منصقين مع الإسعاف وعملين بردوكول التعاون وفي غرفة العمليات هتقوم تكلم المستشفى المنصق اللي موجود في المستشفى إنت جاي لك الحالة فلاني الفلاني اشتباه كذا جاي لك العربية رقم كذا فهيبقى منتظر حد من فريق السيروم بوليتيك تيم الفريق المتخصص في التعامل مع حالة الجلطات الدماغية عشان العيان ده مش هيخش في السيركل العادية اللي عنده هيبقى ماشي على الأشعة المقطعية بسرعة هيتعامل التحليل بتاعته بسرعة علشان بسرعة ألحق الوقت اللي هو اللي أربع ساعات بتوع فإحنا منصقين مع الإسعاف هيجي المستشفى الإسعاف منصق معنا يتعامل معاه ياخد إذا تكرر أنه ياخد الحقنة ياخد الحقنة وإن شاء الله نسبة الاستجابة من الحقنة عالية ويعني كل ما جيه بدري كل ما كانت نسبة الاستجابة أكبر إحنا مثلا الاقتصاد الأمريكي في إحصائية مثلا السنة اللي فاتت إن 25 مليار دولار بيصرفهم على الجلطات الدماغية في إنجلترا 20 مليار جنيس سترليني إحنا علشان نشيل العبء على اقتصادنا نشيل العبء على الأسرة اللي عندها حد مريض جلطة بيعود سنة يلف وبهدلة ومصاريف ودنيا ده إن فضل عايش فإحنا ربنا يسهل إن إحنا ناخد من باركم الإعلامي إن إحنا نوعي ونبقى كلنا سبب في ناخد سواب ومن أحياها فكأننا مأحاة الناس الجميع تبقى حاجة رائعة طب يا داكتور هو ليه أصلا أن الجلطات والسكرات الدماغية كترت كده هل هي الناس زي ما كنا بنسمع بتزعل جامد بتتوتر جامد يعني الأنين مثلا ولا هو سبب عضوي يعني أو مثلا إحنا بقينا سنتين خارجين من كورونا فبرضو يعني أسباب طبية ممكن تكون بالنسبة لنا مش مفهومة بقينا بنشوف إنه مرضى كورونا بيكونوا أكثر عرضة للسكتات الدماغية السكر الضغط نعمل إيه يعني إزاي نفكر إنه نتجنب أصلا السكتة الدماغية طبعا السكتة الدماغية لها أسباب كتير زي ما حضرتك كل الأسباب اللي حضرتك قلتها ديت من ضمن أسباب السكتة الدماغية الأهم شيء اللي إحنا محتاجينه إن ما ناخدش كل حاجة على العصاب الهدوء الارتياح النفسي صحيح ديت محتاجة طبين يا راكتور طبين بقى موضوع الزعل ده عشان يمكن إحنا بنفهمش قوي الحاجات دي الزعل ده ممكن يموجد الزعل ده يغلط والزعل ده يجيب سكتة قلبية ويجيب جلطة في القلب وبنشوف الكلام ده وده بيحصل طبيا صحيح طبعا الزعل بيأثر على كل نواحي الجسم بيأثر على الكيميا بتاعت الجسم بيأثر على حركة الحاجات موجودة في الجسم التفاعل والأجهزة بتاعت الجسم بتتغير كلها نتيجة الزعل علشان كده بتكثر حالات الجلطات لما يبقى فيه حالات اضطراب نفسي أو فيه توطر أو ألأ شديد ده بيحصل طبعا فيه عندنا أسباب طبية موجودة يعني زي ما حضرت ذكرت بالنسبة للكورونا الكورونا بيزود فيها نسبة الجلطات إن هي بتحصل فدائما عشان كده عياني الكورونا بتاعت في الرئة يعني ولا في الجسم كله في كل الجسم لكن طبعا كانت أثناء كورونا بتأثر كتير في الرئة وديتك بتسبب أول مثل يقولك أنت يا ابن هتجلطني هتجيب لي جلطة الأثار إيه يا دكتور يعني هي إحنا عارفين إن هي قد تؤدي إلى الوفاة ولكن إذا لم تؤدي إلى الوفاة لو حد عاش بيعيش بعلا عاملة إزاي أو بهم ورد عاملة طبعا إحنا عندنا الجلطات أنواع كتير هوا إيه الجلطة عشان نبقى فاهمين يعني إيه الجلطة إحنا ربنا خلق جوانا الدم انسيابه سهل وبيحصلش فيه أي مشكلة عشان هو سائل صحيح والدم وهو ماشي في الأوعية الدموية الأوعية الدموية من جوة مبطنة كده ونعمة فالدم ماشي سائل إيه اللي بيحصل بيحصل إن يحصل خلل في الأوعية من جوة فبدل الحتة النعمة اللي كانت موجودة تحصل حتة خشنة لما يحصل كده الدم وهو ماشي يسبب جلطة نقطة صغيرة حاجة صغيرة الجلطة دي هتصيب إيه هل هتصيب القلب فتعمل أزمة قلبية هل هتصيب المخ فتعمل جلطة بالمخ هل هتصيب الرئة وممكن تبقى تسبب الوفاة هل في وريد ولا حاجة وتعمل جلطة في الرجلة أو كلام من ده على حسب المكان اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة الجلطة الدماغية فالجلطة الدماغية لما هتصيب المخ ممكن تصيب تؤدي للوفاة وده النسبة بتحصل كتير ممكن تصيب وتؤدي إلى شلل أحد الأطراف أو شلل نصفي كامل ممكن تبقى بس مجرد حاجة تأثر في الفم أو كلام من ده ممكن حاجة على الحاجة حاجات زي العصب السابع كده أو زي علامات العصب السابع فده التأثيرات من حاجات بسيطة ممكن تيجي أو ممكن تبقى حاجة بسيطة وتعدي وبعد كده الجلطة تمشي لعند ما توصل للوفاة طيب دكتور أنا كنت بسأل حضرتك هل في سبل لتجنب الجلطات يعني أنا كبني آدم سلوكي يخليني عرضة أكثر للجلطات أو أتجنب الجلطات طبعا محتاجين عشان أتجنب الجلطات محتاجين حاجات اللي هي نحافظ عليها اللايف ستايل بتاعنا ويبقى أسلوب الحياة بتاعنا ماشي عليها يعني الرياضة مهمة قوي علشان تبقى إنسيابية الدم والأوعية الدموية والحركة بتاعت الأوعية الدموية الغزاء بتاعنا والحاجات الماشي هنا تعتبر الرياضة تؤثر طبعا نصف ساعة صباحا ومساءا والكلام من ده ديت من الحاجات اللي هي بتحسن كفاءة الدورة الدموية بتحسن صريان الدم بتحسن الأوعية الدموية اللي موجودة إننا الغزاء بتاعي أبعد عن الحاجات الدهنيات والحاجات الزيوت والحاجات الكلام من ده يبقى الغزاء بتاعي غزاء صحي ده ده حاجة محترمة قوي إن الحالة النفسية وإننا الناس بتلعب جوجة علشان تجيب السبات النفسي اللي بيخش يصلي بيصلي علشان وهو بيسجد يبقى فيه سبات نفسي إن احنا نحاول نحافظ على نفسنا ده حاجة مهمة بالإضافة بقى للحاجات العضوية اللي عنده ضغط يبقى يلتزم في علاج الضغط اللي بتاع السكر يلتزم في علاج السكر عشان الضغط والسكر بيأثرهم على حاجات كتيرة على كل الأجهزة التانية بيأثرهم على كل الأجهزة التانية طبعا اللي عنده سمنة أو كلام من ده لو نحاول نحن نخفض الوزن هيبقى من الأشياء الرائعة كل الحاجات دي تقلل كتير في نسبة حدوث الجلطة الدماغية وبناء على دكتور إحنا عندنا مجموعة من النصائح عايزين نقولها للمواطنين نعمل إيه؟ الأول ديت النصائح الغالية اللي احنا عايزينها احنا كلمة فاست ديت لازم نبقى عارفين يعني إيه كلمة فاست؟ فاست سريع فاست ديت اللي هي العلامات اللي هتظهر على الشخص تخلينا شك إن عنده الجلطة أول حرف قلناه هو حرف الإف علاماتها تظهر على الوجه وهي أطلب من العيان إن هو ينفخ هو بقه مقفول ينفخ كده لكن لو في ضعف هيبقى كده يبقى ديت أول شك هاخد بالي منه أخش على الإيه الأرم يرفع إيدي ويدعي عارف يرفع إيد ومعرفش يرفع إيدي الدنيا يبقى ده الشك التاني كل هذه العلامات اللي حضرتك ذكرتها قبل كده علشان نقدر نستوعب إذا كان المريد داخل على جلطة أو لا أتوجه على المستشفى اللي فيها وقت إزابة الجلطة الدماغية أو أتصل بالإسعاف 123 والإسعاف هيوجهني إحنا الدولة موفرة الحقنة بالمجان موفرة المكان اللي هيتاخد فيه الحقنة موفرة الفريق الطبي وتم تدريبه اللي هيتعامل موجودة في أي محافظات يا دكتور البحيرة أو إيه كمان؟ إحنا طبعا عندها في البحيرة يعني يعتبر المحافظة اللي فيها ثلاث وحدات حكومية وحدة نصيب الأسد الحمد لله يعني إحنا في خلال أربع شهور عملنا الوحدات ديات لسه الوحدة الأخيرة وحدة رشيد بنفتتحها الأيام دي في احتفالات البحيرة بعيدها القومي عيد البحيرة القومي إمبارح 19 سبتمبر احتفالات رشيد بذكرة رشيد والتعامل مع الحملة الفرنسية حملة فريزر فإحنا بنفتتح وندشن الوحدة الثالثة في احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومي فباقي المحافظات كل محافظة فيها يعني إسكندرية عندنا في إسكندرية الجميع موجود في موجود في كفر الشيخ المهم إن الناس تكون تاعي مسألة التوجه للنوع ده من الوحدات مش للمستشفى العادية مش مستشفى العادية ودائما بتبقى في المستشفى الكبيرة اللي موجودة في المحافظة هو مش عارف يتصل بالإسعاف 123 الإسعاف هتوجهه ويوجهه ويوديه المكان الصح اللي فيه الجلطة الأربع ساعات المهمين دولي فورقين ثم دول ألم حكا كل دقيقة مهمة ثم دول ألم حكا إن إحنا نتوجه إليهم لأقرب مستشفى ده هيفرق كتير إن شاء الله يعني حضرتك بالنسبة للثلاث وحدات اللي حركت قلت لي عليهم هم دول الوحدين اللي في محافظة البحيرة ده ديك مرحلة أولى إحنا إن شاء الله خلال فترة قريبة جدا الوحدات ديت هتبقى ست وحدات هيضيف معانا مستشفى ضمنهور التعليمي إن شاء الله هيبقى معانا مستشفى صدر ضمنهور يبقى حاجة في ضمنهور المدينة وهيبقى معانا مستشفى كوم حمادة التخصوصي ولسه كمان ممكن يبقى معانا وادي النطرون التخصوصي يبقى عندنا في المحافظة سبع وحدات إحنا ده اللي بنطمع إليه خلال شهور قليلة نحن نوصل إليه وده رقم غير مسبوك في أي مكان في الجمهورية إن شاء الله نويين نوصله ونعمله ونعمل كالبحيرة رول موديل مثل في البحيرة نقدر نعممه على باقي المحافظات علشان نقدر نحافظ على حياة المواطنين المصريين هي دي كلمة السر إنه إحنا عايزين ننقذ الناس يعني نتحرك بسرعة يكون عندنا خطة زي محضرتك كده بتقول من أول ما الإسعاف بتاخد العيان لحد ما يتم إنقاذه بإذن الله بالأرقام لما الوحدات دي بتتفتح في أماكن اللي نحن نتكلم نراتي على البحيرة وده سؤالي نكنت بسأل حضرتك عليه النسبة بتختلف إزاي؟ إنه العيان لقدر الله ما بيوصلش للعيان المركزة والعيان بيخرج بعد ذات دي العيان بيخرج تقريبا في خلال 24 ساعة يعني معظم العيانين ما بيحتاجوش إنهم يتحجزوا يومين عندنا يعني في خلال أول 24 ساعة بيخرج العيان غالبا بيخرج على رجليه ماشي فديت يعني الحمد لله يعني الحالة متحسنة معاه نسبة التحسن تقريبا فوق 25% يعني نسبة عالية جدا كنسبة شفاء التأثير بقى لكن العيان بقى اللي جات له الجلطة وما خدش الحقنة 100% بخش العناية المضاعفات مختلفة خالص الوضع مختلف اللي بيفرق في الكلام ده لأنه ناس كتير بتقول يعني بتستهتر بأفعال كتير على أساس إن أنا شباب مع إن إحنا دلوقتي بنشوف الجلطات في أعمار صغيرة جدا 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 فإلى أي مدى السن يفرق في مسألة إنه الإصابة بالجلطات وسرعة الاستشفاء ما الإصابة بالجلطة كل ما كان السن أصغر كل ما كانت أخطر الجلطة إيه اللي حصل زي ما شرحت الفكرة هي جلطة ماشية جوه الوريد اللي موجود جوه السنه صغير الوريد عنده الكدرة على الانكباط كبيرة عن اللي سنه كبير فقدرة الانكباط على الصغير بتديق المكان اللي يمشي في الدم فالجلطة تقفل أسرع وأكتر وتأثر ضرر أكبر فالمشكلة تكبر الكبير ممكن يبقى فيه عنده تصلب شرايين ده اللي بيمشي في حالات الوفاة المفاجئة لبعض الشباب صحيح علشان كده الشاب لازم أن يتعامل معه بمنتهى السرعة ده أغرب حاجة سمعتها النهار ده القصة دي ما هي دية علشان الشباب لسه الأوريدة بتاعته عفية عفية لأنه مفروض أنها تدويبها أكتر لكنها بتمسكها بتمسكها أكتر لكن الكبير ممكن فيه تصلب شرايين يمشي من هنا حيث تتعدي من هنا الانقواط بتاعه ما هوش ماسي جامد سؤالي الأخير بلغة الأرقام أنقذت كم واحد في محافظة البحيرة من خلال يعني بعد افتتاحكم لهذه الوحدات المتحدة يعني مثلاً إمبارح بس كان حالتين في مستشفى إيتي البروت يعني إحنا كنا عملنا فيديو دوعوي كده ونشرناه على سوشيال ميديا عندنا إمبارح بس كان حالتين في إيتي البروت والكلام ده بيسمعي يا دكتور يعني أنا لما أجي في مركز إيتي ألاقي إنه الحالة لراحت تم إنقاذها وخرجت على الرجليات تاني يوم الكلام ده بالنسبة للناس يفرق ويفرق كتير قوي فعلاً وعشان كده يعني أنا بشكر حضراتكم على إيتيحة الفرصة لنا إن إحنا نكبر التوعية إحنا كنا بنعمل التوعية في الإزاعة توعية عن طريق السوشيال ميديا متفاقين إن شاء الله مع مدرية الأوقاف بالبحيرة إن إحنا نقول رسالة توعوية بعد صلاة الجمعة في المساجد وإن إحنا نوصل للناس البسطاء والناس في كل الأماكن إن إحنا نفضل نزود الوعي دي تبقى موجات من الوعي وراء بعضها علشان نقدر كلنا ناخد ثواب ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعاً إن شاء الله هذا مشكورك يا دكتور والله يعني أنا شايف إن إحنا بنعرض لمجهود مهم جداً وقصة الجلطة دي يعني من الحاجات اللي فعلاً بتأثر بشكل كبير وبتؤدي أحد أسباب الوفاة يعني زي ما كل الناس عارفة أن هي أحد أسباب الوفاة المفاجأة وبنشوفها يعني بشكل كبير جداً في عدد من الحالات اللي محتاجة فعلاً إليها مشكورك يا دكتور أنا اللي بشكر حضراتكم وبشكر القناة الأولى وصباح الخير يا مصر المنبر الإعلامي وقوة مصر النعمة إن إحنا نقدر نوصل لكل الناس إن شاء الله يظل برنامج صباح الخير يا مصر هو البرنامج الأول وتظل القناة الأولى هي أولى في كل المواضيع علشان إحنا محتاجينها قوي كقوة نعمة لزيادة الوعي في ظل حاجات كتيرة فيها مشاكل وسلبيات فيظل التلفزيون المصري هو بيت الوعي دعواتك يا دكتور شكراً جزيلاً دكتور نورتينو شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً